وصل مجلس النواب جلساته لمناقشة عدد من القرارات ومشروعات القوانين وحال المجلس مشروعي قانونين بشأن تنظيم الشهر العقاري وأهلية الزواج إلى اللجان النوعية المختصة لدراساتهما جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المساشرة دكتور حنفي جبالي بدأها المجلس بأحالة مشروعي قانونين بشأن تنظيم الشهر العقاري وأهلية الزواج إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما الجلسة شهدت الموافقة على تقريرين بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير بالإضافة لمنحة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للإسامي في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان مترو الإسكندرية بيحقق الجزء التنموي الاقتصادي الحياة الكريمة المواطنين خاصة أن المترو تقريباً حينتقل بنا من قطار كان بيحمل متواصل واحد وستين ألف إلى مترو بيشيل أكتر من مليون راكب يومياً حيحل معنا مشاكل في موضوع الازدحام حيدينا مساحة أن نزود شرايين جديدة لمحافظة الإسكندرية في النقد تحويل خط السكة الحديد خط أبو قير إلى خط مترو عالي الساعة حيتيح زيادة أعداد المستخدمين لهذا الخط ليصلوا إلى مليون مستخدم بشكل يومي أيضاً الانتهاء من مشروع مترو الأسكندرية هيعد أول مترو أنفاق خارج القاهرة الكبرى وعقب ذلك وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لعام 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون مقدم من أكثر من عشر نواب المجلس بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية مشروع القانون المعروض يتحدث عن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة المضافة فيما يتعلق بالمتأخرات المستحقة لوزارة المالية وده جاي في توقيت مناسب باعتبار أنه هو بيراعي الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم كله ويحاول أنه هو يشجع الاستثمار في مصر من خلال رفع هذه العباء عن كاهل المستثمرين كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن تقديم كوريا الجنوبية منحة لمصر لا تتجاوز قيمتها 7.900.000 دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع اشتركوا في القناة